كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل وافقت على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي أشرت هذه المصادر إلى أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس مضيفة أن حماس طلبت تهدئة خمسة أيام مقابل أقل من مئة محتجز لديها وفصائل أخرى كما طالبت حماس وفقا لمصادر للقاهرة الإخبارية بالإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد وأكدت المصادر أن هناك تقدما بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام حيث عرضت إسرائيل وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراحي كل المحتجزين